مرحبا من جديد بكل أحبابنا واصدقائنا في كل مكان لكم التحايا وصباح الصحة والعافية صباح الأمل والإشراق والتفاؤل دائما بكل ما هو جميل وبكل ما هو جديد يمكن كل المحاورة التي تكلمنا عنها من بداية صباح القرطوم لليوم هي محاور مبشرة جدا لكل سيدة سودانية هي بتابعنا الآن ظلت المرأة السودانية دائما تنادي بالحقوق وتنادي بشأن أخواتها وشأن رفيقاتها وشأن رفيقات الدرب والكفاح المرأة السودانية عانت ما عانت في ظل ظروف زي ما ذكرنا هي ظروف صعبة جدا لكن هي سابرت وجاهدت وكافحت من أجل البقاء ومن أجل أن تعيش المرأة السودانية هي بشرف وبسلام وبستر وبمحبة كبيرة جدا مع كل المجتمع كان لها دور كبير جدا ونحن في صباح القرطوم لليوم شهدنا نمازج ولسه سنشوف عدد من النمازج الجميلة جدا سعيدة جدا في هذه المساحة تكون معنا الأستاذ أمال صالح رائدة من رائدات العمل الطوعي وأيضا من منظمة سفراء عطايا الخير لك التحية وصباح الخير عليك نحن سعيدين اليوم بوجودك وسعيدين وبخورين كمان بالمرأة السودانية التي دائما نرى رغم الصعاب لكن هي تكون صاحبة بصمة قوية جدا جميل سفراء عطايا الخير واحدة من المنظمات الطوعية التي أثبتت وجودها دعونا نتعرف في البداية ونعرف كمان المشاهد عن سفراء عطايا الخير ونحن نتمنى هي تكون فعلا السفير للخير في كل مكان وفي كل بقاعة السودان بإذن الله بإذن الله في البداية رحمن الرحيم في البداية أشكر غاناة الخرطوم لتعادة فرصة لتعرف على مؤنظمة سفراء عطايا الخير ونشاطاتها وعملة ونتهزة فرصة وهن المرأة بسفة عامة داخل وخاري السودان مرأة سودانية بسفة خاصة من مناسبة يوم المرأة العالمي بصادفة اليوم الثمانية مارس وحي كل تضحيات ونشاطات وعملة في المجتمع وهي المرأة هي بزرة الخير في المجتمع صحيح منظمة سفراء عطا الخير هي بدت كأنشئة في فبراير 2018 كمبادرة طوعية بعد الأخوان الأخوات لدعم الأسر المتعففة والأرامل والأيتام يعني فئات الشعب من الأسر المتعففة في المجتمع منظمة سفراء عطا الخير بعد ذلك تم أنشئ أو بعد ذلك سجينا بسفة رسمية في يوليو 2011 وقبنا بالعديد من النشاطات دعمنا دائما بيكون دائما داخلي من الأعضاء ومن الخيرين داخلوا خارج السودان وقبنا من النشاطات عديدة مجفة مع فئات المجتمع بصورة عامة حسن الأسر المتعففة من أرامل والأيتامن معاقين بتوفير العلاجة بتوفير الكراسة للمعاقين بعمل أطراب صناعي حاجات برضو بنساعد في التعليم نشاطاتنا نشاطاتنا نشاطات المنظمة يعني وده كله بدعم داخلي فقط لما تلقى أي دعم من جهة رسمية من جهة رسمية داخلين أو غريين كل دعم خيرين والحمد لله فبنقوم بنشاطات كثيرة بنقوم بدعم التعليم بنساعد الأسر المدعففة نساعد رسول مدارس جامعات نساعد رسول ممتحانات حسب الحوجة ونساعدنا كثير ساعدنا كثير في عندنا حاجة كده يسمى الدقيق الشهري نقدم أسر مدعففة دقيق زورة شهريا بنقوم حسب العضاء كل العضاء بيقوم من دمان الأسر المتحففة حولهم بننبع الخيرين بنساهم معنا بنشتري العيج بندققوا بنعبفة أربع بنوزع للأسر جميل بسنويا ميقهز كيس الصين برضو بدعم من الأعضاء والخيرين داخل هاري السودان سنويا ميقدم لبعض الأسر برضو خارج خرطوم داخل وراءة خرطوم وخارج الولاد بعضاء المنظمة ومتشلين في الولادة الأخرى القريبة طبعا ما البعيدة لأنه بعيدة بكلفة أكتر يعني مثلا سولاة خرطوم وراءة نهر النيل حتاة قريبة لأعضاء القرار بيقشلوا نصيبهم من كس الصين للأسر اللي عندهم جميل طيب كلمينا عن التعاون بين أعضاء منظمة صفراء عطايا الخير وزي ما ذكرت أنه هو مجهود ذاتي يعني لسه ما في دعم خارجي لسه ده أكيد بيحتاج لأنه الناس تكون يعني زي ما بقولوا يعني مع بعض في كل الأعمال الخيرية التي ترغموا بها والناس بيكون في تكاتف كبير جدا بين الأعضاء نعم هي المنظمة حاليا في الوقت الحالي يعني ما عندنا مقر ثابت جمع الأعضاء يعني مقر أنا في حالي الخير براني بمقر لكن السماء مكتمل ونحن ما عندنا الإمكانية أن نكمل وكذا فأنتهي فرصة دينا الناشطة الخيرية ساعدونا شوية في تكملة المقر عشان نحن كمان ندوم صوتنا لصوتكم يعني دايما المنظمات الخيرية التي هي تقوم بأعمال كبيرة جدا وتقوم بأعمال هي مفروض تكون من الجهات المزئولة تكون من المؤسسات المؤسسات الدولة المختلفة فطالما هي بقتها يعني منظمات خيرية وأعمال خيرية فبيبقى أن الناس كل ما دعمتها وكل ما كانت جنبها وكل ما ساعدتها في أنها تبني روح وتقدم الأعمال الخيرية هي أكيد بيكون نتاجة كبيرة جدا في المجتمع وبتلقى حظها من أنها تثبت حاجات كثيرة جدا يعني أنا بقول دايما الحاجة لما تقوم من أصحاب الوجع نفسهم بتكون أكبر 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 من أنها تقدم من جهات الجهات المزئولة يعني أكيد يلا الشغل بتاع العضاء بدعنا المنظمة هم صراحة يعني متكاتفين وفي نفس الوقت بدلين جهودهم كل زوال بطريقته يعني بدلين جهودهم كل زوال بطريقته بيحاول إجمع الدعم يعني إذا عندنا مثلا عرضنا حالة عندنا نظامنا كالأهدي وإحنا العضاء مثلا يقابلين حالة بتعزون المريض أو حالة تعصرهم بعافية في الدائر المشروع أو دهر دعم المادي دعم المادي من نمدي دا قروش لكن من ندعم عيني من ندعم عمليات إذا في عمليات في كده ندفع للمؤسسة الإياجية مباشرة كوائس يلا بعددك العضاء لازم يكون هو مش تسجل زيارة وعرف الحالة على أرض الواقع كوائس لأننا تعرف طبعا في بعض الحالات بيكون هنا صحيح فمشو بعض الواقع بيجيب لنا الحالة بعددك نحن بيقوم نشورة عندنا بوس كده تسائب كده لعرض الحالات نعرض الحالة بكل زول بشير في جروبات عنده وشي عندنا ونحن بمساعدة ونحن بمساعدة الوسائط الاجتماعية والميديا فبنقدع ونخيرين في البلد معا شوية ونشكوهم هنا ونقدموا شوار شكر ويسف كل السودان وخارج السودان جميل هو دور كبير جدا بتكون به منظمة السفراء عطايا الخير بالتأكيد زي ما ذكرت أنه يحتاج لوقفة من كل المجتمع خلينا نتكلم عن شراكاتكم مع منظوات المجتمع المدني الأخرى بالتأكيد يعني كل المنظمات هي بتجتمع على فعل الخير وتجتمع على محبة الوطن وتقديم الخير للمجتمع مشاركات المنظمة مع منظمات الطوعية الأخرى هي مدوعة مركز الشراكة الطوعي قدمنا كثير من المشاركات يعني قدمنا احتفالات في دار احتفالنا بليوم العالم للمسنين قدمنا يوم الطرفيهية للمسنين بيدور المايقو بيدور سجيانة المنظمات الأولى المشاركة في الفعاليات نحن نتمنى هي دايما تكون في المقدمة وهي دايما تكون في يعني فعل الخير هو من الحاجات الجميلة جدا يعني الواحد دايما بيلقى نفسه النفس البشرية والنفس السودانية تحديدا يعني ادعونا على ان الواحد يسعى للخير بكل تفاصيله ومجتمعه هو غايم على الخير من بدري حتى قبل غيام المنظمات وهذا المجتمع السوداني بدري هو غايم بي صحيح نحن نتمنى لكم التوفيق ناشطات وفي العمل الطوعي وفي مجال العمل الطوعي وايضا منظم السفراء عطايا الخير حقيقة ومنياتنا لكم بالتوفيق ان شاء الله ومشكورين بزيادة البجهود ايضا نتمنى ان نلقاكم في كل المجتمع السوداني بتقدموا كل الأعمال الجميلة بإذن الله شكرا لكم كتر خيركم بطير شكرا جزيلا شكرا نشكر على تخرطون لهذه الفرصة ومناشدة خيرة للخيرين احنا قدمنا تحدي كس الصين السنة والناس كلها عارفة الظروف والأسواب وكذا ورمضان البواب ومدعفهم ومتظارنا نتمنى من كل الخيرين داخل هذه السودان يدعمونا هم ما ضصر وما مقصرين لكن منتظرين المزيد ان شاء الله ربنا نجعل ان شاء الله في ميزان حسناتكم ودائما يعني عمل الخير هو من الحاجات الجميلة جدا يد العون دائما في كل الظروف نكون سند وعضد لبعض كمجتمع سوداني نفخر دائما بسودانيتنا نفخر دائما بالأعمال الجميلة اللي نقوم بها نحن كسودانيين من الأعمال الخيرية نحن هنتواصل في صباح الخرطوم لليوم ويوم المرأة العالمي سعيدة جدا بكل التجارب المرت من خلال هذا الصباح ولسه عندنا كمان تجارب جاية ونفخر بكل سيدة سودانية بتابعنا عبر صباح الخرطوم صباح الخير